السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم ايها الاحباب لسه سايبينكم منذ قليل كنا في حلقة بث مباشر والناس من مبارح يعني من ساعة ما قلت ان انا هتكلم عن حلقة مهمة تخص الشيخ الجهري احمد عبد الكريم الجهري والناس يعني الرسائل بتصل الي عايزين يعرفوا ايه اللي ممكن نقوله جديد عن الشيخ الجهري في الحقيقة من ساعة ما طلبت من الاصدقاء اي حد عنده مقطع يرسله الي وفيه يسب الشيخ الجهري الصحابة فلقيت ناس يعني كتير بيبعتولنا فيديوهات وبيقولوا الشيخ الجهري ينال من الصحابة والشيخ الجهري بيسب الصحابة ويعني كل المقاطع اللي ارسلوها الي يعني فحصتها بعناية شديدة جدا وفيه مقاطع سمعتها اكثر من مرة ووصلت الى ان الكلام ده تهمة لم ارى اي ادل عليها الى الان يعني باختصار الشيخ الجهري لم يسب الصحابة ابدا بل رأيت العكس رأيت ان الشيخ الجهري بيتردى على الصحابة زي سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب وما فيش خالص الكلام اللي الناس بتقولوا ده ولكن ولكن حط تحت ولكن دية ميت شرطة لازم تعرف ان احنا بشر واحنا غير معصومين والخطأ كل الخطأ ان احنا ندخل بسدرنا جامد في قضايا حساسة خاصة الفتنة والحروب التي دارت بين اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الامور يجب ان نتكلم واحنا بنتكلم قبل ما نقول الكلمة نفكر ميت مر لكن انا عايز الاول اقولك كذا حاجة الشيخ الجهري قالها ولم يوفق فيها ولم يوفق فيها زي ما دفعنا عنه وقلنا انه هو لم يسب الصحابة بل دائما يقول عمر رضي الله عنه وابو بكر رضي الله عنه ولم يذكرهم بسوء ابدا الا ما ذكر في الروايات اللي هقولك دلوقتي التفاصيل بتاعتها خلاص احنا كده يعني اعطينا الرجل حق ودفعنا عنه في هذه الجزئية وما زلنا الا اي حد عنده مقطع فيديو في ان الشيخ الجهري بيتكلم عن الصحابة وبيستمهم ما زال لسه الامر متاح واحنا موجودين معكم ابعت برضو لنا وقلنا لكن احنا لم نرى هذا الايه الامر عايزين بقى نشخش في الحاجات التي لم يوفق فيها الشيخ الجهري الشيخ الجهري قال بالنص في احدى الفيديوهات بتاعته والحلقات بتاعته قال ان السامري كانت له اهداف ودخل فيه المجتمع بتاع المدينة والسامريه والدجال تبقى لكلام وجهة نظر الشيخ الجهري انا مش مختلف معاه لان مخططات الشيطان ومخططات الدجال موجودة والدجال شاب معمر وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام فما فيش اي مشاكل لغاية دلوقتي لكن اللي انا عايزة اديك البعد اللي انا عايزة اديه لك ودي من مفاجآت هذه الحلقة الشيخ الجهري من آل البيت الشيخ الجهري من آل البيت عارف يعني ايه من آل البيت يعني الشيخ الجهري من آل محمد وطبعا الكلام دوت احنا تأكدنا منه والناس جرانه في الاردن عارفين هذه المعلومة وان كان هو لم يذكرها ولم يصرح بها ولكن الكلام دوت احنا يعني تأكدنا منه ومن الناس المقربين اليه ودي من الامور اللي انا بأكدها لك من هذا المنطلق لانه يترتب على النقطة دي شيء مهم جدا الشيخ الجهري يحب الصحابة ولكنه يرى ان علي كان اولى بالخلافة من ايه من سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر خد بالك وفي الحقيقة ان دية خلطة جديدة تركيبة جديدة لان الشيعة لا يحبون ابو بكر وعمر باختصار في معظمهم يعني ويعتبرون علي هو اولى بالخلافة فاما ان احنا نكون قصاد نموذج يبغض الصحابة زي معظم الشيعة ما نقول معظم ونموذج اخر يحب الصحابة ويرى ان الترتيب اللي حصل ده ترتيب طبيعي وهو الشيخ الجهري لا هو كده ولا كده ده نوعية جديدة بيقول ان الصحابة بيتردى عليهم هو يعني كمان سيدنا علي يعني كان اولى بالخلافة وقال بالنص ان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كانت له امنيات والامنيات والامنيات هي ان يبقى في حكومة اسمها حكومة محمد صلى الله عليه وسلم من بعدها من هذه النقطة نبدأ نختلف مع كلام الشيخ الجهري ونقول له ان الكلام غير موفق بالمرة ليه لان النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم عرف يعني ايه محنا عايزين نفهم يعني ايه رسول أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام وأوتي من البلاغة والفصاحة ما يستطيع به ان يعبر يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عاييا حاشاه عليه الصلاة والسلام لم يكن رجلا لا يستطيع ان يوصل المعلومات للناس لم يكن رجلا يقول للناس معنى وهو يريد معنى اخر هذا هو تعريف الشخص العيي العيي ده اللي هو ما بيعرفش يوصل وما عندوش لا بلاغ ولا حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام حاشاه ان تكون في هذه الصفات فلماذا لم يبين النبي هذه الامنيات فالاجابة يقول الشيخ الجهري ان هذه الامنيات اعرب وافصح عنها النبي في حديث غدير خم لما كان راجع من حجة الوداع وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه انه ولي للمؤمنين وان علي وليا للمؤمنين من بعده طيب هذا الكلام هل هو نص قطع الدلالة ام ظني الدلالة ما زلنا لم نرى ما زلنا لم نرى كلام للنبي واضح بيقول للناس ايها الناس هذا علي هو خليفتكم من بعدي لم يحدث هذا الكلام ما قالش ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام وانا بخاطب هنا السنة والشيعة والشيعة قبل السنة الناس العقلاء لكن الناس اياهم دول بلوك حلوة على طول بياخدوه وخاطب العقلاء العقلاء نقول لهم ايه نقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بلغ الرسالة وادى الامانة على اكمل وجه وعلمنا كل التفاصيل وذكر لنا اللي هيحدث من بعدي لماذا لم يقل لنا بجملة صريحة واضحة هو دا علي بن ابي طالب هو دا اللي هيمسك الحكم من بعدي لم يحدث ذلك بل قال النبي عكس ذلك عليه الصلاة والسلام قال ايه قال تكون فيكم النبوة دا الحديث دا مشهور او انتو حفظته ما شاء الله ان تكون ثم يرفعوها الله ثم تكون خلافة راشدة اي ان النبي عليه الصلاة والسلام للناس مفكره اللي النبي بيتمنى بمزاجه وان النبي عنده امنيات وان النبي عنده اهواء زي بقية البشر كلام دا غلط النبي يوحى اليه النبي يوحى اليه عارف يعني ايه يعني لما الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يقول تكون فيكم النبوة ما شاء الله ان تكون ثم يرفعوها الله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة لما يمدح النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة التي كانت على منهاج النبوة بقيادة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ادمعين وانت بعد كده تقوم تيجي تقول ان كانت له امنية اي ان الاحاديث الاحاديث النبوي وحي وحي من عند الله عارف يعنيه وحي زي ما الرسول قال فالرسول بيمدح الخلافة الراشدة في الاحاديث ونرى على الجانب الاخر ان كان له امنيات ان يبقى في حكومة اسمها حكومة محمد يعني الرسول له اهواء له امنيات الكلام ده غلط الكلام ده غلط وما ينفعش ان هو يتال وكاد ان يوثق هذه الوصية قبل ما يموت بثلاث ايام طيب لماذا لم يوثقها قبل ذلك انت عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام اي نبي كان بيخير بين في وقت موته اي نبي يخير في وقت موته فلماذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحسم الامور قبل ان يدخل في مرض الموت وهو قال للسيدة فاطمة ان هو هيموت في هذا المرض يعني كان عارف طيب لماذا لم يقل انه يوحى اليه لماذا لم يقل للناس ويلحى الناس طيب ايه هو موقف علي بن ابي طالب ايه هو موقفه ايه موقف سيدنا علي لما جاءه ابو سفيان واراد ابو سفيان في ذلك الوقت ان يعني لبها حرب بعد البيعة اللي تمت في صقيفة بني سعيدة وكانت بيعة مباركة وكانت بيعة مباركة بقول بملء الفم ليه لان الامة لم ترى فتن الى بعد انتهاء الخلفاء الاربعة افهموا الكلام جيدا ولم ينكر علي هذه البيعة بدليل ان هو كان من اقرب الناس لابو بكر الصديق وكان اقرب الناس لعمر بن الخطاب في ولاية او في امارة سيدنا ابو بكر وفي امارة سيدنا عمر بن الخطاب وكان اقرب الناس باكبر دليل ان سيدنا علي ابن ابي طالب كان بيسمي اولاده ابو بكر على اسم سيدنا ابو بكر ويسميهم عمر اجواء كان فيها محبة اجواء كان فيها محبة فاجمالا عشان مش عايز ان انا اطول عليكم انا نقلت لكم لان ناس طلبت مني كتير طبعا لم احيط ولم الم بالموضوع من كل جوانبه لان لو عملت حلقة الم بكل الجوانب عايزة ما يقلش عن ساعة كاملة ولذلك ايها الاحباب انتبهوا انتبهوا جيدا ان الخلفاء الراشدين لهم كل الحب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين وانهم عدول كلهم وانهم ثقات كلهم وكل ما نشب بينهم من خلافات لانهم بشر وان الحق كان مع علي بن ابي طالب باختصاره ده عايز حلقة في الخلاف اللي بينه وبين معاوية ولكن برضو كان في ملاحظات ما زلت عايز اعملكم حلقة اكلمكم فيها بداية الخلاف بعد مقتل عثمان وتولية علي بن ابي طالب وايه الملبسات بتاعة الموضوع وايه موقفنا من معاوية ويزيد معلش طولت عليكم في وقت الحلقة بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته